السلام عليكم في القناة سما سبورتي اهلا ومرحبا فيكم الله يتقبل مننا وممكن صالح الأعمال وحتى كلمة يعني كل عام وانتو بخير يعني صالحة من القلب ولكن هي بحصرة الأخبار اللي عما نسمعها طبعا الفيديو اليوم عم بعيدا عن الرياضة رح نحكي على وفاة بطرحة المفاجئ والصاعقة بالنسبة لي صاعقة بالنسبة لقليلة وفاة الفنان محمد القانوع أنا والله يقعد الناس بحبها الشخص بحب تمثيله وبحب أداءه حتى أسلوبه الراقي مع الناس كنا نشوفه على يوتيوب ولا على تيك توك يطلع مع العالم أسلوبه الراقي وحضاق يعني كلمة كل عام وانتو بخير تحسن صعبة صعبة جدا حتى انا اذا بتلاحظوا قليل جدا بمنشوراتي او على معاياتي ما بين الناس ما بقلهم كل عام وانتو بخير بقلهم ينعاد عليكم بالصح والعافية فمع الاسف شديد اخبار اللي عما نسمعها وعلى عسف شرنا قبل فترة وفاة الفنان شاري الزيدان كل ما عام نشوف مسلسل تحس في غصة بالمسلسل يعني بتحس شخصية شاري الزيدان موجودة بالمسلسل لكن في شيء منو نظامي في شيء غياب في روح في شيء ناقص بالمسلسل واليوم بعد متابعتنا لعديد منو سلسلات وفاة محمد قنوع عن جد الشي مؤسف هاي سند الكون كلاتنا راح نموت حتى يوم الايام راح تسمع خبر وفاة ابو حاني ورح ينتشر على فيسبوك وعلى يوتيوب هذا امر الحمدلله كمؤمنين وكم مسلمين مقتنعين فيه ولكن ليش اذا الشخص توفى كتير منزعل عليه ومعانه نحن معتقلين ومقتنعين على كل الناس الموت حق الله سبحانه وتعالى قال بكتابه العزيز انك ميت وانهم ميتون نحن علينا نقول سمعنا وقطعنا غفرانك ربنا ولك المصير ولكن انت قتل تسمع شخص يتوفى خلاص لابد من انه الحزن يدخل لقلبك حتى لو اشخاص ما بنعرفون لا شادي الزيدان ولا محمد قهنوع ولا غيرات ولا وقت يتوفى المرحوم حاتم العلي المخرج الكبير ولكن نحن بنعرفون من الاخراج ولا التمثيل ولا من تابعونا على السوشال ميديا فامر سبحان الله انا ببعض في زالة حالي بحس هالاحساس ولا كمان الناس بتحسها شيء ما بعرف الله نهاية ما حكينا الموت حق على كل البشرية من يوم سيدنا آدم لحت ساعة القيامة قيمت الله وعلم ولكن الموت حق عزبي الله نام الوكيل الله يرحمه ويجعل مقواه الجنة والصبر والسلوان لأهلهم يعني شفنا برمضان الماضي اللي انتهى قبل ايام رمضان سريع رمضان كيف انتهى محدة بيعرف عشوية اليوم بعد عن ريغضة حبيت هيك نعمل شيء مع انه ما في اخبار ريغضة ولا فيك شيء فالأيام مع ما تمضى سريعا سريعا من دون ما عام نحس فيها خلص الرمضان وبلش العيد وخلص العيد الناس رح ترجع لدوام لح ترجع لشغالها ولكن الحياة مستمرة بالنهاية وشفنا على السوشال ميديا بصراحة تفاعل كتير كبير من الفنانين والجمهور والناس المحبين واصدقائه وممتابعينه يعني بشكل كتير كبير طلع الخبار الترند على السوشال ميديا اول ما سمعت الخبار انه وفاته سمعته من استاذ بشار اسماعيل نشر خباته انه وصلني خبر وفات محمد قنوع فصفحت شوية الفيسبوك ولا شفت يعني الخبر صحيح وشي مزدم انا بالنسبة للي الخبر كان صادم نوعا ما فاحس بي الله ونعم الوكيل نعم الوكيل الله يرحمه ما بيطلع بيدنا شي غير الله يرحمه مثلنا قبل ايام قليلك راح على العمرة هو بنته والله يصرع عليها وقدم معنا سك العمرة والله يتقبل ان شاء الله يكون في ميزان حاسناته وحتى كان ناشط على تيك توك بشكل كتير كبير كان يطلع تحديات مع العالم وبشكل هيك حلوة حضاري يطلع مع الناس ويطلع مع الجمهون ويتحاور ويتواصل معهم باسلوب راقي واسلوب حضاري فبالنهاية الله يرحمه ويجعل معه ما بيطلع بليد شي غير ويطلع بليد شي غير حبي تيك افش خلقي شوي وحكي لخوة المتابعين ينعد عليكم بالصح والعافية والله ما بيطلع بليد شي السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ وقال له مصالب تيك توك حرام لا مو حرام شباب لا والله يا دكتور يا أخي محمد خنوع أنا سألت بثنين فيديوهات عندي لأخ من أهل العلم ثنين فيديوهات والشباب بعفوا وفي فيديو لأخ كذلك على التيك توك من عشرين دقيقة حبابي هذه تحديات وهمية يقولوا صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف لا سبق يعني لا عوض يعني هاي في هاي شغلات بنت علي لا عوض طيب لو أنا وآنا الآن أنا ومحمد خنوع هو بيخسر وأنا بربح يعني هو بدفع من جيبته وأنا بدفع من جيبتي أنا بخسر وهذا بربح هذا حرام قولا واحدا هذا قمار طب إحنا اتنين ما بنخسر في جهة ثالثة اللي هي الدعمين هي التي تحلل هذه العملية فهمتوا علي يا حبابي؟ بيجي وبعطيك نقاط فأنا ما بخسر لو محمد قنوع بأخذ نقاطي النقاط هاي الأربعمية وأنا بأخذ نقاطه كذا أصفهون حرام ولكن إحنا كلانا اتنين من أخذ نقاطنا فالعملية حلال 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 صحيحة 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 الله يباري فيكم ما بدنا نبربر كتير بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر